اشتركوا في القناة نكون دايما وابدا عند حسن ظننا حضراتكم زي ما وعدناكم في اول حلقة فارس وقلنا ان الاهل خط احمر زي الاهل فوق الجميع الاهل خط احمر امام جميع ابنائه الحمد لله اعتقد يعني نفذنا اللي وعدنا به اكيد يوسيمة يعني اربع سنين الواحد لما بيفتكرهم بيفتكر معاكو ذكريات كتير جدا يمكن يعني طول الوقت انا بقول ان البرنامج ده مش بيتعامل مع مطلقي ومقدمين برنامج على قدر ما هو بيتعامل ان انت جزء من المحتوى وجزء من الحدث ودايما بقول احنا صوت الجمهور في الامور اللي هي تستدعي فعلا ان انت تكون صوت الجمهور لان دايما عندنا رسالة ان فعلا الاهل فوق الجميع بما فيه جمهور وبما فيه كل المنظومة ولكن احنا لنا تجربة مختلفة احنا احنا بدايتنا لقد دعم كبير جدا من الجمهور واكيد من كل القائمين على النادي الاهلي وقناة النادي الاهلي ان كانت تجربة مختلفة كانت تجربة يعني عكس القواعد النماطية الموجودة وقتها فكرة ان انت يكون عندك ادارة ويكون عندك قناة ويكون عندك ناس تصق منظومة بالكان منظومة طبعا تصق ان فيه شباب يخرجوا وياخدوا الفرصة هنا في قناة النادي الاهلي وتصنع كودرك داخل قناة النادي الاهلي في الوقت اللي انت شفت الاعلام فيه كان اوضاع مختلفة وهجوم عن النادي الاهلي ومعايير الاعلام كانت اختلفت اعتقد حتى وساما شفنا تجارب حول التحاكي نفس التجربة في قناة فئوية بنفس الفرمات بنفس الستايل ولكن فشل السريع لم تنجح لان في النادي الاهلي الوضع مختلف فطبعا بنشكر كل القائمين على قناة النادي الاهلي سواء الادارة اللي كنا معاها او المبدأنا او الادارة الحالية اللي بتقدم كل الدعم الحقيقة وبنشكر طبعا مجلس ادارة النادي الاهلي اللي وضع ثقته في البرنامج وعناصر البرنامج مش بس مقدمين البرنامج معنا فريق اعداد من اقوى فرق الاعداد الموجودة في البرامج الرياضية سواء شدي صبري رضا غانم احمد غمري حسام جمال والبداية حتى كانت مع احمد كيشو في اول عشرين حلقة ما بننساش طبعا حد وكل حد ساهم في نجاح البرنامج طبعا لازم يتم ذكر اسمه ولكن مستمرين معاكم ومش هنقف عند كده لان النادي الاهلي عودنا على ده ان انت لازم دايما تحاول تطلع اقصى ما عندك وان انت ما تبصش لنجاحك نجاحك ده خلاص بقى قرس تعتمد عليه بعد كده ولكن احنا دايما وابدا صوت للنادي الاهلي ترجمة نانسي قنقر